السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين اثنين كانون اول ديسمبر القمر اليوم موجود في برج القوس ورح ينتقل لبرج الجدي الساعة التسعة وثمان دقائق مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينج ورح يظل القمر موجود في برج الجدي لغاية صباح يوم الخميس او ساعة اربعة وعشرين دقيقة صباحا القمر الان موجود في منزلة البلدة وهي منزل الى الثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة التسعة وثمان دقائق مساء بتوقيت جرينج من مساء اليوم الاثنين لا ينتقل بعدها لمنزلة ساعة الذابح وهي منزل الى العلاج والفراق والخلاص او الحرية القمر بما انه موجود لغاية ساعات المساء في برج القوس معناته منظل بنشعر بالارتياح والسعادة والنشاط ومنلتقي بأناس اكثر سعادة ونتعمق في شخصيتنا بفضل تفاؤلنا والطاقة العالية وبيتحول تفكيرنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية والتحليل العميق في كل شيء من ميل ايضا للسفر والاجازات وممارسة الرياضة والخروج في نزهات ويمكن اقتراض المال او تعلم لغة جديدة او ممارسة هواية او تجربة حضنة او التخطيط لرحلة او الاتصال بشخص قارج البلاد وتعتبر هاي الفترة ممتازة للاعمال التجارية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة وثمانية وعشرين دقيقة فجرا بتوقيت جرينج بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا بتقوم من ذاكرتنا ومنطقنا تمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبرضو بصير عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين اورانوس هاي الزاوية زاوية بطيئة ذروتها اليوم الساعة 22 دقيقة عصرا طبعا تأثيرات هاي الزاوية لها خمس ايام ومستمرة خمس ايام قادمة ابتتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول اكبر كما انه بتكون شعبيتنا في تصاعد اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة 36 واربعين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانيتش بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلق المسار السلبي للقمر اللي رح يبدأ الساعة 43 و46 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرانيتش وبينتهي الساعة 9 و8 دقائق مساء بتوقيت جرانيتش هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلق المسار الساعة 9 و8 دقائق مساء بتوقيت جرانيتش خلاص القمر بنتقله بيستقر في برج الجدي عشان هيك منصبح اكثر عقلانية في ساعات المساء ومنحكم العقل اكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك ان الامور ما رح تكون سهلة بالنسبة لنا وبعضنا ممكن يكون متشائم علينا ان نعمل بجدية اكبر وان لا نعتمد على الحضوذ يمكننا بدأ عمل جديد او شراء قطعة اثرية او اتباع نظام غذائي ومتابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لالها الا اذا كانت اضطرارية من الان وحتى ساعات العصر لساعات المساء عفوا عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم اخر العمود الفقري عضلات الورك ومفصل الورك والفقرات القطنية والعضلات القطنية اما من ساعات المساء وما بعد بصرع الوركبتين والمفاصل العمود الفقري عضلات العمود الفقري والرضفة والحضام والاسنان والاوتار والاربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن بالنسبة لهذا اليوم طبعا بما يتعلق بباقي اعضاء الجسم ما في اي مشكلة لاجراء العمليات الجراحية الا في فترة خلوة المسار ما مننصح بالبدء بهذه العمليات بمناسبة ايضا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لغاية ساعات المساء لا يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر للاشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر اما الاشخاص اللي ما عندهم اي مشاكل فعادي يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح ايضا للقص العلاجي القمر بما انه رح ينتقل لبرج الجدي خلو المسار القادم بيكون يوم الاربعة بيبدأ تمام الساعة 11.33 دقيقة مساء وبيستمر حتى صباح يوم الخميس الساعة 24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الجديد اليوم الآن عمره يوم الساعة 5.32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنبدأ باليوم الثاني نسبة الإضاءة 3% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21.12 سعيد الآن بنسبة 70% ساعة الفجر سعيد بنسبة 30% القمر في القوس ورح ينتقل فيه ساعات المساء لبرج الجدي ورح يظل في برج الجدي ليوم 5.12 سعيد الآن بنسبة 5% ساعة العصر سعيد بنسبة 30% ساعة المساء منتحس بنسبة 10% عطارة في القوس بيتراجح حتى يوم 15.12 منتحس الآن بنسبة 90% ساعة الصباح منتحس بنسبة 60% الزهرة في الجدي حتى يوم 7.12 سعيد بنسبة 60% المريخ في الأسد حتى يوم 6.12 سعيد بنسبة 15% المشتري في الجوزاء بيتراجح حتى يوم 4.2 منتحس بنسبة 40% زحل في الحوت حتى يوم 25.5 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجح حتى يوم 7.12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الدلو حتى يوم 4.5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا من الآن وحتى ساعات المساء بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة ممكن تتلقى إشارة أو خبر وبتكون الفترة هاي ناشطة جدا وبتشكل لك محطة للانطلاق بورش جديدة أما من ساعات المساء وما بعد بصير التركيز على سمعتكم وأعمالكم وعلاقاتكم بالمسؤولين برج الثور بالنسبة لما وليد برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة من الآن وحتى ساعات المساء وبظل في فرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة حسن أداءك فاوض بمرونة واستفسر عن كل المعطيات وحاول إيجاد حل وسط وحاذر من المواقف المتصلبة وما تكون قاسي مع أحبائك وما تهمل واجباتك أما من ساعات المساء وما بعد بصير التركيز على العلاقات مع الأجانب أو الاتصالات أو السفر أو الدراسات العليا بالنسبة لما وليد برج الجوزة طبعا من الآن وحتى ساعات المساء فترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة وبرضو جيدة للأعمال المشتركة ولكن بتكون تتجنب الغضب والانفعال وما تدع أي شخص يستفزك احمي سمعتك وما تشويها يعني فيه نوع من أنواع الضغط عليك وحاول إنك تتحامل على نفسك من ساعات المساء وما بعد بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان أنجزوا ما بغسعكم من العمل المتراكم من الآن وحتى ساعات المساء دون المبالغة في ذلك وأيضا بتكون تنتبهوا لغذاكم وراحتكم وتكونوا واضحين في أولوياتكم وما تدع أي شخص يثير انفعالك أو غضبك نظم وقتك بشكل جيد التزاما منك بالواجبات والمسؤوليات واحترم الموعيد أما في ساعات المساء بتصير فترة مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة برج الأسد بالنسبة لما وليد برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم من الآن وحتى ساعات المساء وبإمكانك تعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم ترتفع المعنويات وبتكون أكثر مرونة وممكن تحقق إنجاز مهم وبتنتعش العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة ولكن في ساعات المساء حاولوا أنك تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وأيضاً بتنتبهوا لغذاكم وراحتكم وصحتكم برج العذرة بالنسبة لما وليد برج العذرة من الآن وحتى ساعة المساء ووسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة تكثر الضغوط والمتاعب وهي فترة فيها نوع من أنواع التوتر على الصعيد الشخصي أو العائلي فبدك تحاذر الخلافات والمشاعر السلبية ممكن تعاكسك الظروف وتسبب لك نوع من أنواع الإرباك أما من ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم ترتفع المعنويات وبتكون أكثر مرونة وممكن تحقق إنجاز مهم تنتعيش العواطف من جديد وبتشتد الروابط متاني وثقة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان من الآن وحتى ساعات المساء تنشطه بالسفر والاتصالات وبالظل فترة مناسبة لإجتياز امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جر بناسبك تكثيف التحركات وممكن تعبر عن آراءك بحرية وجراءة تامة وبتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة أما من ساعات المساء وما بعد بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة التركيز كله رح يصير على البيت وعلى العائلة برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا بيظل في فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي ولكن برضو بتكونوا حذرين في النفقات من الآن وحتى ساعات المساء وبرضو بتكون تنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تخطط لرحلة جديدة أو تحدد الأولويات والميزانية المالية أو ممكن تتلقى هذه أو تقدم على استثمار أو مصاريف طارئة من ساعات المساء بتنشطوا بالتنقلات والاتصالات وبتصير فترة مناسبة لإجتياز امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أحبائكم أو مع أخ أو جار برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط أيضا لغاية ساعات المساء بإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية وبتطالع ممكن خبر أو حدث معين يكون بمثابة إشارة لإنطلاق جديدة فترة ناشطة حماسة وممكن تتلقى جواب أو تنطلق بمشروع جديد أما من ساعات المساء وما بعد بتصير فرصة مناسبة للمكاسب المالية اللي عادة تنتيجي من عمل إضافي أو مستردات هبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن بتكونوا حذرين في النفقات برج الجدي من نسبة لمهليد برج الجدي طبعا القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات المساء فيجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم استريح وما تعرض نفسك للمسئولية خصوة لأنها فترة فارغة من الحظوظ خفف من وطيرة عملك اعمل بشكل ردكيني وما تحسم أي أمر وما تنجرف وراء أفكار سودة وهواجس وشكوك وظنون أما من ساعات المساء هنا بتصير ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة الدعم من مكانتكم الاجتماعية برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أهم مش إنك ما تبقى وحيد لغاية ساعات المساء بل سهر على المشاركة بأي عمل اجتماعي انت بحاجة للنصيحة بانتظارك لقاء أو موعد ناجح ومميز وما تهم الواجباتك وكون منظم دقيق وإنجز كل الأعمال الضروري والمهم قبل ساعات المساء من ساعات المساء وما بعد القمر بوصل لبيت متاعبكم يجب الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعاً بتظل الأجواء مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل من الآن وحتى ساعات المساء واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة بتغار على مصالحك وممكن تكون هاي الفترة بمثابة إشارة لإلك إنك أنت تلتزم بدون مغامرات وبدون مجازفات وما تشوه سمعتك وحاول إنك ما تتذمر على مسمع من أحد من ساعات المساء بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشوارك في مناسبة سعيدة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر